تزامنا مع إعلان مكتب الإعلام الحكومي في استشهاد عدد كبير من الصحفيين منذ السابع من أكتوبر الماضي على يد جيش الاحتلال أعلنت مؤسسة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية أريج عن حملة مفتوحة لدعم الصحفيين والصحفيات في قطاع غزة مضبوط وتهدف الحملة التي أطلقت تحت عنوان حتى تستمر التغطية إلى مساعدة الصحفيين والصحفيات الذين يغطون الحرب في القطاع تحت ظروف غير مسبوقة نتيجة ما يجري من وحشية وعنف عبر توفير المعدات البديلة عن تلك التي فقدوها بفعل القصف الإسرائيلي المستمر تقوم الحملة على شراء الاحتياجات من داخل القطاع حيث ما زال هناك مخزون كما تقوم الحملة بشراء المعدات المستعملة إذا توفرت للحديث أكثر مشاهدين عن هذا الموضوع يسرنا استضافة المديرة العامة لأريج سيد روان الضامن أهلا وسهلا فيك سيد روان أهلا فيك أهلا يا رزان أهلا حبيبتي نورتينا سيد روان أهلا لورينا جهدك مباركة وجهد كل الناس التي مثلك مباركة جدا يعني عن جد يعطيكم ألف عافية على هذه الحملة الرائعة والتي أجدت بوقتها زي ما أقوله على الوجع في البداية ما هو تعليقك على اللي يصير بالصحفيين الموجودين في قطاع غزة؟ يعني يمكن الواحد بطل عارف شو بده يعلق على هيك الشيء لكن شو بتحكوا عن هذا الموضوع خصوصا أنهم عم بيشتغلوا عم بيعملوا كل هذا الكلام ونجحوا في إيصال الحقيقة وفيه استهداف واضح جدا لإلهم يعني ما في اتنين ممكن حتى يختلفوا لهم يعني الصحافة في كل مكان لما تكون تحت في جرائم حرب عم بتتم على الأرض بتكون مستهدفة وهذا الإشي اللي عم بصير هلأ بفلسطين وبقطاع غزة على وجه التحديد المدنيين والصحفيين مستهدفين بإبادة جماعية وبتطهير عرقي واضح المشروع الصهيوني بدأ في هذا الكلام من أكثر من مئة سنة الموضوع مش متصل فقط بالأشهر الأخيرة هذه عبارة عن فصل في مسلسل طويل من استهداف الصحفيين واستهداف المعلومة الموثقة والدقيقة عما يحصل من جرائم حرب وليس غريب على المشروع الصهيوني إنه هو يستهدف الصحفيين والصحفيات شهداء الصحفيين والصحفيات نترحم عليهم جميعاً اللي قتلوا خلال الأربع أشهر الأخيرة ويعني تحية كبيرة لشجاعة الصحفيات والصحفيين في صحفيات عم بتركوا عائلاتهم أولادهم عم بناموا بالخيام عم بغطوا وكثير منهم مدول الصحفيين والصحفيات مستقلين غير تابعين لأي محطات أو تلفزيونات عم بظلوا يبعثوا معلومات صور فيديوهات اللي وصلت للعالم بلغات مختلفة ما يحصل على الأرض خاصة في ظل عدم السماح لأي صحفي فينا سواء عربي أو أجنبي إنه يدخل لقطاع غزة وإنه يغطي صحيح يعني إحنا الشغل اللي شفنا الصحفيين بقطاع غزة صراحة يعني هدول علموا دروس لكل الصحفيين بالعالم بالتغطية للحرب بتتروهان إذا ما نتحدث أكثر عن حملة وحتى تستمر التغطية شو خطتكم لهذه الحملة وكيف بلشتوا فيها؟ إحنا بأريج يعني هي مؤسسة لتدريب الصحفيين والصحفيات ومدقيقي المعلومات في كل العالم العربي إحنا نشطل بكل وطن عربي من 17 سنة وعندنا مقر واحد اللي هو بعمان بالأردن على مدة 17 سنة دربنا 900 صحفي وصحفية بغزة ماشاء الله ومدى الخمس سنوات الأخيرة دربنا 250 صحفية وصحفية واشتغلنا مع 22 صحفي وصحفية بغزة عملوا تحقيقات استقصائية معنا لما بعملوا تحقيقات استقصائية بنشتغل معهم على مدة سنة كانلة فكتير من يعرفهم وبيعرفونا وفي منهم يجوا على عمان وتدربوا عنا وجاهيا كتير من التدريبات كاعة أونلاين وفي منهم يجوا على عمان فلما صارت العدوان الإسرائيلي قلنا إنه لازم نشوف نتطمن عليهم زي أي يعني إحنا كمان لما صار في سوريا لما صار في اليمن نتطمن على إحنا نسميهم أولادنا هدول الأريجيين والأريجيات اللي هم الكوميونيتي تبعنا فبدينا تقريبا من 12 عشرة نتطمن عليهم شو أوضاعكم إذا بدكم أي شيء لآخرين بدينا بالمجموعة الصغيرة جدا هي 22 شاب وصبية تنقص في بيوتهم يخسروا كل معداتهم لما ينقص في البيت أو المكتب تبع الشغل بروح كل إشي بروح اللابتوب بروح الموبايل بروح كل إشي وصلنا نسألهم هل إنتوا حابين تكملوا في التغطية؟ فيما الناس قالوا إحنا ما بننكمل ما بنشتغل في الإعلام أبدا يعني لأنه هذا الوضع خطير جدا لا يوجد أي مكان آمن بالصحفيين إحنا اللي علمناهم إياه حول الحماية الشخصية والمهنية بطل ينفع من مرة إحنا منقول للصحفي روح على مكان آمن ما تروح في وسط المظاهرة ما تروح في وسط الحرب ما فيش في غزة هذا فيش آمن مرة فيه صحفيين وصحفيات قالوا ما بننكمل فيه صحفيين قالوا بدنا نكمل بدينا نشتري من الصحفيين والصحفيات المعدات second hand ونعطيها للصحفيين والصحفيات اللي بدهم يشتغلوا لأنه ما بنقدر ندخل معدات من بره غزة نهائية من أول أكتوبر لحدها لأ من الموجود وشوي شوي صار إيش المطلوب مثلا موبايل عشان يقدر يصور والمنتج يبعث شيء أساسية لابتوب مثلا بده لنس للكاميرا بده كاميرا صغيرة بده ميكروفون للكاميرا إلى أخري هذا فيه باوربانك كتير كان فيه طلبات على سولر سيستم باوربانك عشان الإنترنت والكهرباء صحيح صحيح شوي شوي بدينا بالمجموعة الصغيرة وما كنا متخيلين لأنه إحنا أبدا ما بنشتغل هذا الشغل إحنا في الدول التانية مثلا في اليمن في سوريا كان في كتير مؤسسات دولية بتشتغل هذا الشغل إحنا كان هدفنا أن نعطيهم أسماء الناس يقولهم هاي الصحفيين اللي بشتغلوا أو مثلا يقولون بتعرفوا هذا الصحفي بتعرفوا شغلة من قبل نقولهم آه في غزة ولا مؤسسة موجودة على الأرض تخدم الصحفيين وصحفيات يعني في أوكرين كان فيه عشرين مؤسسة وعشرين حملة في فلسطين ولا واحدة فاضطرينا يعني صار الموضوع أورجانيك إنه من هالعشرين شاب وصبية صار يجينا أكتر طلبات من صحفين وصحفيات اللي وما ما بنعرفهم من قبل بس يمكن دربناهم شوي يمكن ما دربناهم صار يجينا طلبات مثلا من صحفي عنده فل تايم جوب مع محطة مع منصة وإحنا ما بنساعدك تتخييلي أنت لازم منصتك يتساعدك يعني مش معقول أنت موظف بمنصة وما تقالت ساعدك أما الفريلانسز في منهم بيبعتوا للواشنطن بوست للنيويوك تايمز بس ما بيساعدوهم لأنهم هم فريلانسز لأن تبعت لهم بالقطع فبدينا نشتري كمان تساعدنا إنه إحنا عنا أصحاب وعنا علاقات مع البرودكشن هاوسز والمخازن وأصحاب المحلات في من أصحاب المحلات استشهدوا نفس صاحب المحل اللي عنده المعدات هو مش موجود صار عنا من خلال علاقاتنا على الأرض مع أهل المحل صلنا نروح نشتري من عندهم مثلا العدسة اللي بدنا إياها في منهم على الثقة أعطونا مثلا عدسة لليوم مش عارفين نوصلهم المبلغ مش عشان معنا الفلوس عشان هو هاد الشخص موجود في مزرعة بعيدة فمش عارفين إحنا وصلوا فعالثقة قالنا روحوا على المحل خدوا اللينس وأعطوها للشباب عشان يصوروا وبعدين من يتحاسب يا الله صار عنا يعني على الأرض متطوعين بيساعدونا أن نوصل المعدات كمان إحنا بنبجه لهم تحية كتير كبيرة لأنه كل لحظة فيها خطر صار وبس آمننا وهم آمنوا أنه لازم تستمر التغطية لازم الصور تطلع من كل مكان في غزة في أماكن كتيرة ما فيها مراسلين لمحطات معروفة في أماكن كتيرة بيصير فيها مجازر بيصير فيها قصف بيصير فيها شهداء بيصير فيها معتقلين فقلنا أنه لازم نحاول أنها تستمر التغطية والحمد الله يعني من نص عشر إلى هلأ ساعدنا ستة وتسعين صحفي وصحفية على الأرض رقم كبير رقم كتير كبير هلأ فيه بغزة ألفين صحفي وصحفية تقريبا يعني فيه تقريبا من 2 مليون فيه ألفين صحفي وصحفية وفيه منهم كمان ستزن جورناليست اللي هم كمان كلهم دور كتير كبير في الحرب هم اللي غيروا كل البرسبشن هدول اللي غيروا كل وجهة تظهر العالم حتى بأميركا عم بتابعوهم حتى بأوروبا عم بتابعوهم بكتبوا بلغات مختلفة وهذا كتير مهم إنه يستمر وطبعا المعدات هلأ صادت أغلى وأغلى اللابتوب اللي كان قبل الحرب خمسمائة دولار هلأ بألفين دولار يعني لإنه الأعداد قلت الأسعار زادت وكمان ما فيه إش عم بدخل فكل هذا عم بيقل وعننا إحنا تخوف حقيقي من إنه يبطل فيه معدات على الأرض وأكتر في عندك أكتر شهده وأكتر استهداف للمعدات وأكتر فيه معدات عم تنقص فبالتالي نحاول كل جهدنا إنه قد ما منقدر نجيب دعم ساعدونا مراسلهم بلا حدود ساعدونا لجنة حماية الصحفيين يعني RSF وCPJ ساعدونا بمبلغ مالية وكمان الناس عاديين ناس بالأردن وبالوطن العربي وبالعالم وتبرعات يعني الناس فهموا إنه ونشط اللي صار شوي شوي إنه تسعين بالمئة من صحفينا صاروا نازحين صاروا بالخيام صلنا لما بنوصل إنووصل للصبية الصحفية موبايل نلاقي إنه هي وعائلتها ما عندهم أكل ولا لبس فنقول لها إنه ما بنفع كيف يعني بدك تشتغلي وبدك تكملي وما في هالإشياء فصلنا نشتري الأكل واللبس ونعطيهم إياه ونتطمن إنهم ممنح وما أعطينا كاش من مرة في مؤسسات عرفتي كاش وإذا إحنا قلنا لا لازم كل صحفي وصحفية بنعرف مين هو لا حتى نعمل وإلى أكل وصار هذا شغلنا الشغل مع إنه هذا لا يعتبر أساسي إحنا يعني إحنا أساسا مندرب هؤلاء الصحفي وصحفيات ليبتجوا داخل قصة أكثر اطرين 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 وصورنا المؤسسة الأكبر والوحيدة اللي بتعمل هذا الشغل بغزة يعني هذا كثير كثير غريب أنا حكيت مع مؤسسات دولية كثيرة إحنا بنعرفهم وأصحابنا للأسف الشديد ما في عندهم يعني مقرات أو إشياء بغزة ومغير ما أسمح لهم بمؤسساتهم بظل الحرب يشتغلوا عادة هاي المؤسسات تشتغل في أماكن اللي فيها أمن مثلا في حرب شغالة بأخدوا مكان آمن بس في غزة ما في ولا محل فبالتالي بقدروش يشتغل على الأرض حتى الانقصف برجع بنقصف مش تقولي مثلا هنا انقصف خلينا نروح ما فيش أي زاوية قالوا للناس روحوا على رفح قصفوا فرح وحلاء أبا قلونا نروحوا على شمال غزة اللي هو لا في مدارس ولا مستشفيات ولا بنية تحتية ولا يعني في مشروع كامل والوضع في الضفة الغربية لا يقل يعني احنا شوي على تواصل كمان مع الصحفيات والصحفيين بالطفة الغربية وقلنا لهم ايش انتوا محتاجين قالوا احنا مش محتاجين ولا معدات ولا اشي بس احنا حبين نعطيهم كورسات في الأمن والسلامة الأمن والسلامة الجسدية والأمن والسلامة الرقمية والنفسية كمان انا كيف كصحفي بشوف كل هذا الاشي ونفسيا بقدر اكمل هذا الاشي كتير خطير احنا يهلأ الصحفيين والصحفيات بسبب الوضع المأساوي وانه ايمانهم لازم يضلوا باستماع التغطية بس يعني احنا في اليوم اللي بعد الحرب وهو يوم نتمنى انه يجي اليوم قبل بكرة هذا الوضع النفسي رح يكون كتير خطير لانه احنا احنا اللي بعيد احنا اللي عايشين بعمم بالأردن بس منشوفوا الصور نفسيا متأثر فاش حال اللي بيشوف اللي عايش كل يوم بيومه انا اتنين صحفيين راحوا كل اولادهم اولادهم كلهم من قتلوا فيه واحد صحفي راح اخته وكل عيلتهم فيعني كل صحفي عنده هاي القصص اللي هي مش طبيعية يعني قصص فضيعة فيه بنت صحفية كمان نعرفها وجدت عملنا معها قبل فبقول لي الشاب انه وصلها الموبايل بس مش قابلة تاخده تقول ليش هي عندها يعني صار ايش صار اللي ما بتها تاخده رافضة وحكيت مع تاليفون الحبيبتي ليش انتي بطلت تاخد موبايل قلت لي انا بشرط انه بعد الحرب اصيطي لكم اياه وارجع لكم المصاري تبعيتهم لا يا الله ما لزهم يعني فانه قصص قصص مش طبيعية يا الهي طيب يعني وضع هذا يعني فعلا يعني جد وضع مش عادي يعني يبطل يعرف الواحد يعرف يوصفه او يعبر راحة الكلمات مش موجودة ستروان من الصحفيين اللي عم بتساعدوهم هم قريب قلتينها كنسة وتسعين صحيح لحد هلأ وعندنا طلبات لتلتمائة صحفي وصحفية وما عندنا هلأ الميزانية لقلهم يعني انا قد ما بتجمعي في طلبات اكتر وكل ماله الوضع عم بزيد صعوبة يعني عندنا طلبات حتى لبناء خيام لبطانيات لما ترسز لانك ما بتقدر الصحفي بدك تعطيه الحاجات الاساسية بدك تعطيه واحدة معندة واحدة اما لابتوب او موبايل مشان يكمل طبعا عم بتجربوا تحكوا مع شركات خاصة للتبرعات عم بتجربوا نجرب تحكي مع كل الناس عمنا عملنا زي كراود فندينج يعني ويبسايت وتجمع عليه حوالي 40 ألف دولار وهلأ احنا الحملة هدفنا نجمع 100 ألف دولار وهي موجودة في كل عالم يعني وبقدروا كما يعني يحطوا الموقع يعني على الويبسايت عندكم وهيك انه هاي الحملة مستمرة واحنا قررنا كمان تعفوا في حملات باخدوا مثلا 3% للأدمن مركة احنا قلنا لأ 0% احنا كل الأدمن وهذا تقوع منا يعني المبلغ اللي بيجي لنا كل للصحفيين كل للصحفيين كل للصحفيين والناس يعني يعني عالميا عرفتي مش كتير مقدرين فكرة أهمية الصحفي والصحفية بروح مثلا بقولك لا المساعدات الإنسانية والأكل وشو هذا كتير مهم جدا جدا وهذا اشي أساسي للصحفي والصحفية بس لازم يكون عنده إذا بده يكمل شغل وسيلة إنه يكمل تخيل إنه واحد ما عنده يعني هو حابب يصور وعنده القدرات وتدرب على مدى عشر سنين على التصوير وراح والمبايل مثلا كمان في ناس بسيارتها محطين المبايل ومقصفة السيارة وراح كل شي يعني اسمحيلي قبل مسألي سؤالك أعلق تعليق صغير رزان للناس اللي مو مستوعبين أهمية الصحفي اللي بيضل يلوم الصحفي بينظر على الصحفي وإذا طلع الصحفي وقدر يطلع بعد ما يكون شاف الويل وعد نجوم الظهر رزان بيجوا بالآخر بنظره وهم عادين ببيوتهم بالدفع بالأمان بالأمن ما بيصير النظر عليهم وما ننسى أنه إحنا مقهورين كنا سنين نحن مقهورين من الصورة اللي مقهودة عن الحرب اللي ما بتنتهي على الفلسطين ولكن مشان هدولا الصحفيين ومشان هدولا المؤثرين مشان هاي التريفونات اللي انتوا عم جربوا توصلوها الناس كلها بالعالم صارت واقفة معنا صارت الناس مستوربة الرأي العام على الأرض بدأ يتغير من حوالي 15 سنة يعني من بداية السوشال ميديا ومن بداية ما صار هذا الإشي بطل في أوروبا وفي أمريكا زي زمن يعني خلالها مستاشر صار فيه تحسن تدريجي وأكيد في الأشغر الأخيرة كتير ناس ما كانوا يعرفوا أبدا عن قصة فلسطين مهتمين يعرفوا أنا نعمل دوكومنترز عن فلسطين فيلم اسمه النكبة وأصحاب البلاد وثمان أوصلة هلأ بشوف كتير ناس عم بروحوا بالإنجليزي بروحوا بيبحثوا عنهم ليش هو بده يشوف ليش هذا القصف عم بصير ديفهم كل قصة فلسطين وليش صار هذا الحكي وهذا إشي كتير مهم ولكن المظاهرات اللي بتصير على الأرض والرأي العام ما عم بيكون تأثيره على السياسيين زي ما إحنا بدنا هاي فكرة أنه فيه فصل فيه عدم ديمقراطية حتى في أوروبا وبأمريكا إذا الشعوب مختلف رأيها عن الرؤساء والأنظمة ودولا ما رح يغيروا رأيهم ودولا عارفين الحقائق وهم أصلا الناس بيتهم هاي مشكلة لازم نحاول نلاقي طريقة أنه يغيروا لأنه بدون ضغط خارجي على إسرائيل وعلى المشروع الصحيوني أنه يتغير مستحيل أنه يتغير طبعا أكيد رسالة من حضرة إكستروان للصحفيين الموجودين بقطع غزر الله يحميهم واللي عملوا إشي مش عادي نهائي الظروف استثنائية على أكتر حد أنا بدي أحكي كمان للصحفيات بشكل خاص لأنه المزبوط يعني الصحفيين والصحفيات كتير الناس بيقولوا الصحفيون وبينسوا أنه هم صحفيات وصحفيين اللي بتركوا أولادهم وعائلاتهم في ناس عايشين جوا سيارة في ناس عايشين في خيمة وبغطوا كل يوم بحطوا على إستجرام وعلى تيك توك وعلى فيسبوك وعلى تويتر وبكتبوا بلغات مختلفة للعالم هاي القصة هذا لا يمكن أن ينسى وإحنا اللي برك صحفيين وصحفيات عرب وأجانب المفروض أنه إحنا نتضامن مع الصحفيين والصحفيات اللي هم القميليتي تبعنا والمجتمع تبعنا لأنه لو إحنا تعرضنا لأي إشي خارجي زلزال أثر حرب إحنا بنتوقع الناس توقف معنا فإحنا لازم نوقف مع الصحفيين اللي زي مهم شكراً لك شكراً لوجودك معنا ستروان يعطيكم ألف عافية وجهودكم مباركة شكراً لريرات فردار شكراً لك شكراً لك سهلاً فيك مشاهدينا رح نروح ناخد هذا الفاصر القصير ونرجع نكمل قبل شكراً لك